خلونا بنوح لحاجة لذيذة شوية وهي رياضة فلنوح دلوقتي لزميلتنا لمياء عشان نعرف منها موجز أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية تفضل يا لمياء شكرا لك يا بسانت مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية ونبدأ أخبارنا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيات البرتغالي فيتوريا اللي أعلن قائمة تضم 28 لاعب استعدادا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 لحد 18 يونيو واللي بيتخللوا مباريتين أمام غينيا في الجولة الخمسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 20-24 وده في كوتب وار ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18 منتخب مصر لكرة الصلاة بقيادة جهاد عرفة المدير الفني حقق فوس كبير بنتيجة 7-2 على منتخب مورتانيا في مباريته الأولى ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في السعودية غزل المحلة عادل مع المصري البورسعيدي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ستاد بورج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ 31 للدوري وبيرتفع رصيد المحلة لـ 32 في المركز الـ 14 ورفع المصري رصيده لـ 41 نقطة في المركز السابع كمان اتعاد الفريق اسموحة مع سيراميكا بنتيجة 2-2 في اللقاء اللي جمعهم على ستاد اسكندرية في الجولة الـ 31 من منافسات الدوري وفريق واستعمل الإنجليزي توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعد ما فاز على فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم بمدينة براج عاصمة التشيك في نهاء بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 22-20-23 النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدل جديد وصل للسعودية لبداية مشواره الجديد مع مسرته القروية وده مع فريق النمور بعد الانضمام إليه خلال المركاتو الصيفي الحالي لينور ميسي لاعب باريس تان جيرمان الفرنسي سابقا أعلن الانتقال لصفوف أنتر ميامي الأمريكي رسميا في صفقة انتقال حر خلال المركاتو الحالي ليغلق ميسي ملف العروض اللي طلقاها اللاعب على مدار الأشهر الماضية النجمة البرازيلي جونيور جناح ريال مدريد حصد جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي لموسم 2022-2023 وأعلن ريال مدريد مبارح عن فوزه بالجائزة بعد تصويت الجماهير مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية